بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلاب الصف السادس العدادي تحيي طيب لكم ولقاء جديد وياكم إن شاء الله اليوم وراحين إلى حل أسئلة التمهيدي وبتحديدا حل سؤال الإسقاطات اللي البكبلر هو يعني مرادفات أما تسمون الإسقاطات طبعا هذا السؤال للأدب إيجامول العلمي خلي أشوفكم شلون نقدر أحيانا نستفاد من القواعد أيضا وكذلك سأقوم بكم فيديوهات سابقة عن هوايا وطلاب يطالبوني دائما عن هذا الموضوع أول شي عندي ست كلمات آخر وخمس فراغات أو خمس جون واحدة راح نزيد عندي فعندي الكلمة سنيز يعطس وعندي ثيف لستجي وكومت يرتكب وعندي بنكلارس أقراس مهدئة أو حبوب وفينت يغمى عليها أو غماء وقوز أب يزدياد أو ارتفاع أجي أقرأ الجمل وشوف شون أقدر أستفاد أيضا من شغلات اللي تفيدني كقواعد أيضا أو كمعاني يعني طبعا معاني ناطف هوايا دلائل وقايل طلاب أقعدكم دلائل لقدر تستخدموها راح نقرأ الجمل ونشوف لقد أقرأ الجمل يقول عندي صداع قوي مزعج يقول عندي صداع قوي مزعج يقول عندي صداع قوي مزعج اسم جمع هنا طيب اسم جمع لو يكون شاد لو بي اس خلي أدور أشوف أكو شي بي اس سنيز ماكو طيب ماكو طبعا لازم يكون اسم هذا أكيد فعل نطلب صف سادس لازم نعرف هاي الشغلات كومت باين كيلورس هذا بي اس وفينت وقوز أب هذا أكو اس بس هذا شنو فعل مركب قوز أب يعني يزداد طبعا هي هنا هي واحدة هاي شو إحنا قربناها فما عندي غير هذا باين كيلورس باين حتى شفتوها باين كانت واحدة ايجتنا اخذناها كاسم باين واحدة وبعدين كيل تيجي يقتل مرة كل مرة اش رح يطلع بها الشكل وكيلور قاتل طبعا كيل يقتل بفعل وكيلور قاتل تيجي اسم واس هنا اس جمع باين كيلورس بسي ما تترجم بها الشكل لها ترجمة حرفية باين كيلورس قاتل الألم إنما هي ترجمة أكراس مهدئة للألم فهذا اسم من تهيب اس هذا من تهيب اس هذا رح أخذه وخليه بالفراغ الأول سيصبح عندي هذا رقم واحد هذا رح يروح سيصبح عندي باين كيلورس نزل واجي حتى أحل الباقية هذا السراح لي بالأصفر جيت على الجملة الثانية انتم ترى هنا بالأسئلة الوزارية مثل ما موجودة بريتان في بريطانيا The number of diabetes هنا ترى الاس سيقول لك جمع لابد أن يأتي وراها The number of يعني هذا دائما اللي من أكورها يعني شو نقول معطوف على هذا الاسم هذا الاسم مفرد فحتى له هذا كان جمع مرضى السكر طبعا هنا احنا نتبع هذا مثلا نقول The egg of the chair رجل الكرسي هي شو نقول The egg of the chair زين تبليك هائلة هنا هاي مفرد حتى لو قايل The legs of chair أرجل الكرسي هذا مفرد لكن هتعامل ويا هذا كجمع فلما اشتغل الجملة يعني حتى لو ما يهمني هذا جمع مفرد أنا وين شغل على الأولي على هذا القبل الأوف هو يعتبر مفرد لو جمع فإذا هنا أنا هو هذا الاسم مفرد طيب هذا كله شنو مقامه هذا هذا يجي كفاعل يعني هذا يعتبر كله فاعل هنا دائما الفاعل شي جي وراه إذا هذا كليته فاعل شوفوا فاعل ومفرد شي جي وراه الفاعل دائما الفاعل ياخذ فعل شوفوا لما ماكو فعل مساعد هنا بين الجملة اللي قبل الفراغ مثلا و البعدها ماكو فعل لازم أكو فعل هنا يعني ذلك فعل مساعد ما موجود لازم فعل هنا زين إذا لازم أكو فعل هنا بهذا الفراغ لازم أكو فعل بهذا الفراغ طيب شن الأفعال اللي عندي وشن أقدر أنا طبعا طالب سادس ما معقول لي يعني ما عندي فد كلمتين ثلاثة أعرف معناها فهنا أقول The number of diabetes يعني مرت علي أيضا رقم الشبيه every year كل سنة هذا طبعا شوي أيضا أحسب حسابات هذا كل يمثل كل يمثل ضمير الفاعل الآن عندي ضمائر فاعل I, We, You, They, He, She, It هذا يمثل لي فهذا الشيخد وراء يعني معناها جملة مضارع بسط فإيأخذ فعل بي أس الشخص الثالث إذن أرفت فتشاغلة هنا عندي لأنه فعل سنيز ثيف كومت وهي راحت بين كلار فهي عندي فعل أيضا إذن هذا يعتبر فراح أخلي هذا القوز أب هنا فإذن هنا goes up إذن راح هذا الفراغ الثالث طبعا بالآسبة أنا ما قلت لكم أنه أنا مرات عندي خيارات من واحد شون نقول أموره داتشا يعني أنت عرفت هذا تأكدت منه وجاوبت هذا جاوبت هذا واحد من عدن أقدر أخذ واحدة من الكلمات وخليها بكل الفراغات البقية حتى أطلع بدرجتين مضمونات أخرى ما ضيعني يعني عندي ضمنت هذا ضمنت هذا ضمنت هذا أي واحد من عدن أخذ واحد بس عاد له هندك سيئ يكون تطلع هي الزايدة وتجي تروح كل الدرجة طبع قسم الطلاب يقول لأستاذ شون ما هو المصحح ما يقبل خافي خطأ كله هو يجي المصحح يلقيها صح يخلي صح يلقيها خطأ يخلي خطأ يلقي صح يخلي صح يلقي خطأ ما عليا هو ما عليا عساك تعوفهم فراغات ما راح يقول لك لي وش عفتهم فراغات أغاني خليت كلمة واحدة بيهم كليتين أريد أضمن درجتين أوكي فممكن أيضا أيضا بالمرحلة أو الفراغة الثانية حليت الفراغة الثانية تأكدت من اثنين أيضا أقدر أخذ واحدة من الكلمات البقت أربع كلمات بس لا تكون هي الزايدة اللي أشك بها قريبة على الفراغات وخليها بكل الفراغات حتى أطلع بسد درجات لأنه الخطأ هنا بخطأين يعني أنا إذا جبت كلمة من هذو اللي هنا وهو مقوع هنا هاي فراغين راحت أربع درجات رأسا أو جبتها هنا مثلا راحت عندي أيضا مكان اللي هي تشتغل بي وين يكون عندي خطأ إلا إذا جبت الزايدة وخليتها واحدة بفراغات لا أجي هنا هل لديك برد أو فلاونزا؟ أنا طبعا قايل للطلاب بالمعنى هاي من تلقون هاي cold وياها شنه تلقون بيبر يعني فلفل هنا أكو فلفل وأكو فلاونزا شرح يصير عنده؟ أنا دائما صير عندي شنه؟ صير عندي عطاس sneeze فإذا I always sneeze هاي على المعنى أيضا مو بس المعنى ممكن أيضا أقول I always هنا طبعا جملة مضارة بسط أيضا لازم أكون فعل هنا لازم يصير إذا ممكن أيضا يصير فعل هنا ممكن أيضا يصير فعل هنا فإذا أيضا أقدر طلع فعل وخلي هنا وراح أكتب هنا sneeze طيب بوقت عندي فراغين أيضا ثلاث كلمات ممكن أخذ واحدة من كلمات وخليها بالفراغين عسى ولا عل طلع عندي حتى يصير عندي ثمان درجات أحاول بعد I feel dizzy أشعر بالدوار بالمعنى أنا قايل للطلاب من تلقون هاي الديزي اللي يصير عنده دوار أو دوخة شي صير عنده يعني شي يسوي أو ش رح يصير عنده ممكن هنا I think I am going to going to مثل الول going to أيضا منتج هنا two مصدرية سموها حتى إذا إجا فعل I like to play I want to swim شوفوا هذه going to تاخذ وراها فعل مصدر أيضا لازم إذا فعل مجرد أيضا أنا خلي شوف بوقع عندي هنا شنو ثيف ثيف لص وكومت يرتكب وفينت يغمى عليه ما دام أكو ديزي أكو ماء من أكو ديزي أكو ماء وعني مثل ما أقول الطالب صف سادس مستحيل ما مرت عليها هذولي وراح أخذ فينت وخليها هنا إذا راحت عندي الفينت هسا شبقى عندي بوقعت عندي كومت وثيف أجي هنا أنا ثيف لص يعني مثل عرفتها وكومت ما افتراض المعرفة if you إذا أنت هاي جملة if الشرطية if you فراغ اكرايم جريمة the police will arrest you بوليس راح شوفوا أكو أكو اللي هنا إذا أكو لازم فعل مجرد هنا وفاعل هنا you إذا هاي حالة الفيرست من أكو يعني لازم جزء فأكو مضارع بسيط فيشتول عدي الكومت فإذا هذا الفعل هذا الفعل هاي راح ناخذ بوقعت هاي إذا زايدة ونحلت هسا كل الفراغات وبهاي الطريقة إن شاء الله إن شاء الله إن نقدر نستفاد يعني حتى لأنه حرامات هاي الدرجة هنا أكثر من كل لا تتعب ولا شي مجرد تجيب وتخلي تجيب وتخلي بالفراغات بس يكون عندك مهارة قواعدية أيضا تفيدك ومهارة في الترجمة أيضا مثل ما قلنا هنا نستفاد من بعض راح أسأل لكم محاضرات هواية إن شاء الله قبل علمكم شون تعرفون الصفة راح أحللكم أيضا أسئلة التمهيد الفرع الأحيائي أيضا بعد هذا الفيديو شكرا وإلى اللقاء